أهلاً بكم في درس جديد من نور التصميم وتطوير لعبة AirHockey بعد أن قمنا في الدرس السابق من Shell Application وأقلنا بتجهيز الواجهة الأساسية مع إضافة هذه الخلفية سوف نسعى الآن إلى القيام بإضافة عناصر تفاعلية فمثلاً سوف نقوم برسم القرص وسوف نقوم بجعله يتحرك ضمن هذه النافذة القيام بذلك سوف أقوم بإضافة هذه المقونات إلى الجي بانور عند الستي فمثلاً نعوني أقوم بإضافة الإحداثيات الخاصة لهذا القرص وأيضاً نستطيع القيام بتعريف هذه الأتلتيوت على أنها Private وذلك لأن استخدامها هو فقط في هذا الـ Class فمثلاً نستطيع هنا القيام بتعريف Integer X وهي الإحداثيات الأفقية وبشكل مشابه نقول Y من ثم سوف نقوم بتهية هذه الإحداثيات فمثلاً المحور الأفقي سوف يكون مساوي إلى الـ AirHockey ومن ثم الـ Wave تقسيم 2 وكذلك بالنسبة للمحور الشاقولي تمام وبعدها إذا أردنا القيام بالرسم سوف نقول هنا أولاً سوف أقوم بتعديل على الألوان مثلاً سوف أقوم بجعلها للون الأبيض وهنا في الـ Over نسبة إلى هذه الإحداثيات وذلك مع عرض وارتفاء مثلاً 50 بـ 50 لنرى سنرىها في هذا المكان يعني أقوم بإزاحتها قليلاً فأعتقد نقطة الرسم هي من هذه الزاوية العلوية اليسارية لذلك سوف نقول هنا مثلاً بما أن العرض والارتفاء 50 بـ 50 فسوف نقول هنا ناقص 25 وهنا ناقص 25 لنرى بهذا الشكل لا بأس بها الآن سوف أسعى القيام بجعلها تتحرر فللقيام بذلك أحتاج هنا إلى تايمر ومن ثم نقوم بالتهيئة فهنا نقول بالنسبة للدليل لألف مثلاً تقسيم 64 وبالنسبة لللسنر فسوف يكون هذا الكلاز تمام؟ وهنا لحل هذه الإشكالية سوف أقوم بتعريف هذا الكلاز وارثاً وذلك لأكشن لسنر لهذه الانترفيس تمام نرى كيف تم حل هذه المشكلة ومن ثم سوف نقوم بوراثة الأبسراك ميثود والتي هي الأكشن بفورم كما نراها هنا بعدها بعد القيام بإنشاء التايمر سوف أقوم هنا بالتحريك فسوف نقول مثلاً تايمر ستارت ممتاز فيقوم هنا بتكرار هذه الأكشن بفورم نسبة إلى ما قمنا بتعريفه أن الأكشن لسنر هو هذا الكلاز مع تأخير ودليل بهذا الوقت تمام هنا سوف نقوم بالتعديل فمثلاً أحتاج القيام بإنشاء سبيد فدعونا نقول سبيد X وأيضاً سبيد Y تمام فالقيام الأولية لها بالنسبة للسبيد X سوف أقوم بجعلها تتجه نحو اليمين فسوف نقول تساوي كم معينة بتكون خمسة أستطيع القيام بجعلها أسرع بالزيادة عليها أو أبطأ بالإعطاس منها وهنا سوف نقول بالنسبة لـ Y إذا أردنا القيام بجعلها تتجه نحو الأعلى فسوف أقوم بجعلها سالبة مثلاً ناقص خمسة من ثم سوف نقول هنا قوم بالتعديل على هذه الأحداثية الخاصة بيد في الـ Desk فنقوم بإضافة إليها الـ Speed بهذا الشكل تمام لنرى طبعاً نحتاج القيام بالـ Repaint للرسم مرة ثانية لنرى بهذا الشكل ممتاز وإذا قمنا هنا بالتعديل مثلاً أردنا القيام بجعلها تتجه نحو الأسفل فجعلنا القيمة هنا موجبة لنرى بهذا الشكل جيد جداً الآن إذا أردنا القيام بجعلها محصولة فقط ضمن نافذة العرض بهذه الطاولة فسوف نقوم بإضافة بعض الشروط مثلاً قبل القيام هنا بالإضافة دعوني أقوم بالاختبار فسوف نقول في حال كانت الإحداثيات على المحور الأفقي أصغر أو تساوي الصفر أو إذا كانت مثلاً أكبر أو تساوي العرض الخاص أخذاً بعد الاعتبار أن الرسم يبدأ من الزالية اليسارية العلبية لذلك هنا سوف أقوم بطرح القيمة الخاصة بالعرض والتي هي 50 وهنا في حال كانت هذه الشروط محققة أي منها فسوف نقوم بالتعديل على هذه الإشارة ونقوم بضربها بناقص واحد تمام وبشكل مشابه سوف نقوم هنا في حال كانت الواي أصغر أو تساوي الصفر أو كانت أكبر أو تساوي الهاي ناقص 50 فأقوم هنا بالتعديل على إشارة الواد لنرى فينبغي أن تنحصر ضمن هذه النافذة بهذا الشكل ممتاز ولكن أعتقد علينا القيام مثلاً بالتعديل على هذه الناحية السفلية فإذا قلنا مثلاً قوم بجالية 75 لنرى تمام ممتاز لا بأس بها نرى هناك فقلنا بإنشاء القرص وجعله تفاعلية من خلال تحرك ضمن هذه النافذة وقلنا أيضاً بحصره ضمن حدود هذه الطاولة فسوف نرى كيف نستطيع القيام بالإضافة على هذه المكونات وجعلها أثر تفاعلية في الدرس القادم من خلال إضافة مختلف الألمنس ومختلف العناصر وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم أرجو أن يكون الدرس قد نالي عجابكم وألقاكم في الدرس القادم سلام